أهلا وسهلا فيكم من جديد مع اقتراب شهر رمضان المبارك بدأت العديد من المنظمات والفرق التطوعية السورية بالتحضير لنا النشاطات الشهر الفضيل ومنها المنظمات مؤسسة باريق التعليمية اللي بتسعى لإقامة عدة نشاطات للاجئين السوريين في الأردن خلال شهر رمضان المبارك لنتعرف على طبيعة هالنشاطات من رحب بنضال دامس ونسرين مسلماني متطوعين في شركة باريق التعليمية يسعد صباحكم أهلا وسهلا فيكم بلش من عندك نسرين لو تخبرينا عن طبيعة هالنشاطات اللي عم تنوئنكم تعملوها بشهر رمضان المبارك يسعد صباحي كل عام انتو بخير وانتو بقى الفخير يا رب نحن كشركة باريق التعليمية نحن نقدم تعليم تعويضة للأطفال السوريين نستهدف المراحل الابتدائية للنسانوات بس انتهى الموسم الدراسي كل عام انتو بخير هلأ شهر رمضان الكريم عنا النادى الصيفي فحابين انه كتير في ببالنا نشاطات قمنا اول شي بتوزيع السنة الغذائية بلشنا فيها من حوالي اسبوع ان شاء الله رح نتابع هذا النشاط اتباعا على مراحل لا نقدر نوصل لأكبر ناس محتاجة ان شاء الله غير هيك في عنا الافطارات الجماعية عنا حوالي 7 او 8 افطارات هالافطارات رح تكون بالتعاون مع كتير جهات منا جمعية لانا كانسان بكل افطار ان شاء الله رح نستهدف حوالي 100 طفل رح نختار الاطفال ممكن الايتام ممكن مفصلين عن اهاليهم غير هيك في بعض الافطارات رح نستهدف طلابنا اللي هني طلاب بريق من الاساس اللي يصلون معانا خمس او ست شهر موجودين معنا بالفريق يعني شو كمان اتفضل فيه كمان ان شاء الله نحن ناوين بعد الافطارات رح يكون في عنا مسابقات العاب انشيد ممكن انشطة بيئية ممكن بعد الرياضة الخفيفة بالاضافة لانه خلال رمضان قبل الافطار فيه عنا مسابقة لحفظ القرآن الكريم جزء عامة للاطفال الصغار صورة البقرة للفتيات اللي هني عمر بين عمر 15-25 سنة في عنا تلاوة القرآن للسيدات كبار السن غير القرآن في عنا مسابقة قراءة الكتب الثقافية طبعا اللي رح يفوز معنا رح يكون له جائز مميزي درجة اولى وتاني وتالتي بالاضافة لكمان نشاط مشاهدة الافلام الوسائقية والثقافية او اللي ممكن تحكي كمان عن تراث سوريا حتى نخلي هذا الجيء على تواصل مع تاريخنا كل هذا بشهر رمضان كل هذا بشهر رمضان رح تلاحقوا بشهر رمضان نضال تعمل كل هالنشاطات شاء الله منقول الله كريم شاء الله ومتطوعين همة متطوعين المتطوعين الحمد لله أن نحن كتار يعني وموزعين المهام هاي بيناتنا وإن شاء الله بإذن الله منلاحي شاء الله منقدر شاء الله قديب تتوقعوا يعني العدد اللي ممكن أنتوا تقدروا تغطوه بشهر الفضيل وتقدروا يعني تعطوهم قد ما تقدروا بشهر رمضان الفضيل اللهي أنا بتوقع أن العدد كبير يعني الحمد لله في مركز بريق بحي نزالة يعني ما شاء الله يعني كل ماله العدد عم بيزيد هلأ بعيدا عن الأفطارات ممكن نستهدف كنشاطات فينك تقولي بين يعني 300-400 بالضبط ما بقدر أعطيكي عدد محدد لأن العدد كبير يا رب نقول يا رب إن شاء الله طيب نيضال كانت عم تحكي عم تحكي نسرين عن الفئات المستهدفة أنه هي رح تكون بالغالب الأطفال ورح يكون فيه أكتر الأطفال الأيتام وكمان الأطفال اللي بعاد عن أهلهم مين كمان ممكن تستهدفوا بالشهر الفضيل يعني ممكن تستهدفوا عوائل فقيرة كمان إن كانت عائلة شاملة نيضال هلأ مثل ما حكت لانس نسرين هلأ من عندما من عمر 7 إلى 12 سنة نحن نستهدفين لأطفال ومخصصين بعض النشاطات يعني من حفظ جزاء عمى وعندك من 15 إلى 18 سنة مثل سورة البقرة تعامل عدة نشاطات تانية واللي فوق هيك من 18 إلى 25 سنة للسيدات مخصصين بعض الأنشاطات مثل دورات الخياطة والتطريز والأشغال الفنية هيك شيء حلو كتير نسرين أدي عدد المتطوعين موجودين بمؤسسة بريق التعليمية اللي عم بيقدروا عن جد أن يقوموا بكل هالعمل هذا يعني نقدر نقول أنه هو يعني يحمل وتقول يعني أنه الواحد يقدر يخلصوا بها الفترة فأدي عددكم أهلا نحن تقريبا حوالي 10 متطوعين بالإضافة لسيد عبد الرزاء العابد ومدام رولا العجي أكيد يعني هني دائما دعمينا ودائما معنا أكيد نحن مجهلون تحية أكيد مجهلون تحية يسعد صباحكم مدام رولا يعني ما بتتركنا ما شاء الله معنا هي مارة بعمان فبس بتظل رايحة جاي على طول معنا بإشرافة كل شيء هي والأستاذ عبد الرزاء نحن كمتطوعين تقريبا حوالي 10 متطوعين أغلبيتهم هني طلاب جامعيين مثل نضال ورفقاته الحمد لله رب العالمين هلا نحن رح نتعاون مع الجهات الثانية الجهات الثانية كمان هي رح تكون معاها متطوعين فيعني إن شاء الله يا رب هيك أنه نكون كتلي وحدة ونقدر نحقق البدناية بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله ابني ضالة شو أهمية النشاطات خاصة بشهر رمضان المبارك هلا أهميتها مثل ما بتعرفي الأغلبية اللي بعد عن أخوه اللي بعد عن أهل واللي بعد يعني اللي بعد عنهم فصار نتفرؤ نحن أهم الأسباب اللي عم نعمل هذا الشيء إنه بدنا نجمع نعمل مثل دور الأهل نحن إنه نكون أهل وإيد وحدة يعني تخيل أنت إنه عم نفطر كل ليلاتنا سوى تمام وتحسين أنت بهذا الشيء أنه نحن أهلكم نحن لسا لساتنا موجودين والراح أخوك في عندك عشر أخوي بدالهم والراح أبوك في عندك عشرة بدالهم يعني هذا أهم الأهداف يعني نسرين برأيك اللي عم بيحكيين يضال قديم ممكن يؤثر على نفسية اللاجئين صدقاً بأثر كثير نحن سبق وكثير اشتغلنا بهذا الموضوع صارت الناس هي تجي تطلب يعني بطلت تجي تقولك أنا بدي أحضر أفطار لا صارت تقولك أنا بدي أحضر درس تقوي أنا بدي أعمل دورة إنجليزي كثير بيأثر هذا الشيء حتى في بعض الأطفال كانوا منعزلين تماماً وهذا الشيء لما سنانحنا من خلال هالفترة هاي الصغيرة اللي نحن فيها هاي اللي صارت تطلب من أهلا أنه أنا بدي أجي كانت في بعض الأطفال اللي هني مراهقين لما يبعتون الأهلا على المركز يحاولوا يهربوا ما بدون الدرس صبتاً آخر فترة ملتزمي التزام الحمد لله هذا بيدل على أنه هني مرتاحين بعدين نفس الجو نفس البيئة نفس الأصحاب يكفي أنه لما أقول لك مثلاً أنا هادر فيئ من الشام لا أهادر فيئ من الدرعة كثير هذا الشيء الحمد لله يعني حسناً حافظ قدرتوا تكونوا لهم الأجواء المناسبة حتى يحسوا حالهم ببلدهم ويحسوا حالهم مع أخوانهم كمان نيضال بس بدي أعرف فين هي بالاستمرار في الأنشطة بعد شهر رمضان المبارك في مشيق الله تعالى في عنا أكتر من دورة نفتح بعد شهر رمضان من بينهم دورة الإي سي بيل من بينهم دورة اللغة الإنجليزية المحادثة رح نستهدف كمان دروس يعني أنه نفتح الدورات دورات الدراسة قبل المدارس قبل بداية الدراسة من أهم المواد العلمية هي الرياضيات والفيزياء والكيميا لأنه بدأ تأسيس صح تمام وبدأ تقويل أسعب المواد يعني أكتر من دورات غير حتى منهاج المدرسي نفسه أكيد أكيد هذه المواد بالذات يعني بدها طلب يعني لتقوية فيها لأنه هي من أصعب المواد بالذات التوجيهة يعني الأكبار حتى نحن كنا مبدلشين بدورات محو الأمية هلأ إن شاء الله برمضان رح نوقفه شوي لأنت بتعرف الظروف رمضان بس بعد رمضان رح نستمر يعني المجموعة الأولى رح تطلع معنا للمستوى الثاني رح نتجي مجموعة جديدة في عنا دورات متسربين وشهر رمضان أكيد ما رح تتوقف وإن شاء الله كمان رح نستمر فيها بعد رمضان إن شاء الله يا رب طيب بدي أسأل هلأ هي هاي المشاركة الأولى نسرين بشهر رمضان المبارك ولا يعني كان في مشاركات قبل بشهر رمضان يعني بالسنين اللي فاتت هلأ كبريق بعمان هي هاي أول سنة لأنه نحن أساسا أسسنا بعمان من حوالي ست أو سبع أشهر لكن بريق بسنوات الماضي كان نشاطاتها بالداخل السوري بشمال الأردن بالمفرق بالمخيم والحمد لله رب العالمي إن شاء الله يعرف يعني فيه تطلعات لقدام أنه نتوسع لسه كمان نتطلع بره عمان بإذن الله إن شاء الله نبني دار شو سهر بالمشاركات أو عفوا النشاطات اللي كانت عم بتسير بالداخل السوري الداخل السوري هلأ مستمر النشاطات الحمد للله كمان نفس الشي يعني فيه عدة خطط عم يشتغلوا عليها من قبل الإفطارات من قبل توزيع السر الغزائي من قبل الدورات اللي راح يكفوها بعد شهر رمضان يعني نفس الخطط العم يشتغل عليها داخل السوريا أنوا مناطق تقريباً اللي تغطوها بالداخل السوري في درعة وفي إدلب نسريين مثل ما حكى أنه في نية للاستمرار أكثر بالنشاطات إن شاء الله بعد شهر رمضان المبارك كيف عم بتحسي هالتطور اللي عم بيكون موجود ببريق مؤسسة بريق يعني من أول ما بلشتوا بالتطوع فيها إلى هلأ كيف عم بيكون صدقا تطور سريع صدقا بدون مبالغة يعني يعني ما شاء الله كل نهاري عنا زيادي بنسبة 20% من عدد الطلاب يعني حتى وصلت لمرحلة أنه أنا ما تقدر استوعب أكتر بالمركز بس بنفس الوقت لما بطلع بهذا الطفل هكي كيف ديك تقولي له لا فبالتنظيم والترتيب إن شاء الله أنه كل شيء بصير منوزعه على على أيام على ساعات وإن شاء الله يا رب نقدر أنه إحنا حاليا بنزال بس متموقت لك عنا التطلعات أنه إن شاء الله يعني نطلع ونكبر بمناطق تاني إن شاء الله يا رب أنا أكيد أتمنى لكم كل التوفيق لبريق التعليمي كامل يعني كادرو والمتطوعين الموجودين فيه والمسؤولين عنه كمان ونضال دامس ونسرين مسلماني بتشكركم كثير على وجودكم معنا وأهلا وسهلا إليكم شكرا ونضالحنا لكم أشاش نغطين وأشاش نغطين